بعد زيارة لوفد مجلس الأمن إلى مينمار بمشاركة الكويت قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور الاعتيبي أن مشاهدة حجم الدمار الذي لحق بالقرى التي كانت تقطينها أقلية الروهينغا في شمال ولاية راخين هو تطهير عرقي وعنف ممنهج وفي كلمة لدولة الكويت أمام المجلس أكد الاعتيبي أن ما شهده الوفد من محرق وتدمير يؤكد أن ما تعرضت له المنازل ما هو إلا غدر الجار للجارة وانتهاك حقوقه كمواطن وإنسان زيارة الوفد الأممي جاءت لتقييم الحالة المأساوية التي يواجهها أكثر من مليون ومئتان ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لأزمة تعتبر أسرع أزمة للناجئين نموون في العالم